اشتركوا في القناة اليوم في فقراتنا بيش تشوفوا معنا الاقتلاف في المجتمع المدني اللي يحذر من نقص الأدوية في مراكز الصحة الأساسية الدولة تحطت على مخزون استراتيجي للأدوية تحدثنا على استعدادات واستراتيجيات يبدو أنه لم تتوفر بعد على أرض الواقع كيف كيف زد اليوم في برنامجنا بيش نتحطوا على ثاني أيام الحجر الموجه زميلتنا كوثر على عين المكان اليوم خرجت لشارعة تونسي وترصد يومية التوانسة في ثاني أيام الحجر ولقاء اليوم هو نقطة الختام بشكون في آخر موعدنا اليوم لقاء فوري مزلك سجلناه قبيلة شوية زميلتنا جيهانا الواتي كانت موجودة مع سيد الوزير لطفي زيتون كنا معاه حتى نتحدث عن إجراءات الحجر الموجه المتعلقة خاصة بوزارة الشؤون المحلية والأكيد ناخذ عليها أكثر تفاصيل كما قلنا في آخر فقراتنا بالنسبة لليوم اللي هو لقاء اليوم لكن البداية كما تعودت بها تكون مع مجموعة من الأخبار نتبعوا فيها شنواليسار ما بين البرح واليوم في الأكتشواليتي في توانس قال اليوم وزير الصحة عبدالتي في المكي خلال إحياء اليوم الوطني لحفظ صحة الأيدي بالوسط العلاجي أن الوزارة ستقرر العودة إلى إقرار الحجر الشامل في صورة انتشار عدوى فيروس كورونا خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه داعيا إلى الالتزام بكل قواعد التوقي والإجراءات الصحية كما أشار إلى أن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى نشاطها الطبيعي مشروط بمرور كل مراحل الحجر الصحي الموجه بنجاح ادعاء اتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة في بيالي صادر اليوم الثلاثة خمسة مايه الفين وعشرين الصورة العمومية إلى اتخاذ قرار سياسي عاجل لتوفير الأدوية في الهيكل الصحية العمومية وتمكين مليون مريض من حقهم في الدواء وعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات المحدودة مؤكدا أن نقص الأدوية في مراكز الصحة الأساسية أصبح شبه مسترسل ويشمل بصفة غير مسبوقة أغلب أدوية الأمراض المزمنة في حين أنها متوفرة في الصيدلية الخاصة وفق ما جاء في نص البيان قال اليوم الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي في تصريح إعلامي أن عدد المسافرين على الحافلات وعربات مترو شركة نقل تونس تجاوز بكثير توقعات الشركة في أول أيام الحجر الصحي الموجه وأشار إلى أن الشركة توقعت ميتين وسبعين ألف مسافر في حين أنه تم رزد ثلاثمية وثلاثمين وسبعين ألف مسافر استعملوا وسائل النقل العمومي في اليوم الأول من الحجر الصحي الموجه غادرت صباح اليوم الثلاثة خمسمائي ألفين وعشرين طائرة الخطوط التونسية جمهورية الصين في اتجاه تونس قالت الخطوط التونسية أنها تعود محملة بمعدات وتجهيزة طبية وهي طائرة الخامسة من الصين إلى تونس في إطار مجابهة فيروس كورونا بعد توقف بسبب الحجر الصحي الشامل استعنفت مصالح وزاة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية منذ أمس الـ 2400 أشغال مشاريع سينت وجهر وتدعيم منشآت حماية المدن من الفيضانات من بينها المتعلقة بتونس الكبرى في إطار صفقات إطارية مبرمة بقيمة 1.35 مليون دينار وبشيط من رفع من نساق تنفيذ أشغال الصينة تدريجيا وفق الإجراءات المنصوصة عليها في إطار الحجر الصحي الموجه من احترام المسافات بين الأعوان وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى تحديد الأعوان المرخص لهم بالعمل شكرا جهان علوان هذه فقرة آخر الأخبار التي كل يوم تكون في بداية موعدنا من مع الناس نحن نواصل معكم نمشي ولثانية فقراتنا واليوم نتحط على قطاع السيحة باش نتحط على تراجع عائدات هذا القطاع اللي أكيد عنه مسامة في الاقتصاد التونسي وحسب الأرقام الرسمية من المنتظر أنه تكون خسائر قطاع السيحة في تونس تقريبا في حدود الأربعة مليار دينار يرافقها فقدين تقريبا أربعمائة ألف موطن شغل في علاقة بالقطاع السيحي زميلتنا كوثر تتحدث أكثر تفاصيل عن تراجع عائدات هذا القطاع في هذا التقريب تراجعت العائدات السياحية في تونس بنحو 15% منذ مطلع العام 2020 وحتى 20 أبريل 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة 976.5 مليون دينار فيما تتوقع الحكومة تكبد القطاع خسائر حادة بسبب انتشار فيروس كورونا وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي إلى أن العائدات السياحية بلغت خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 نحو 1.14 مليار دينار أرقام كشفت وضعية قطاع السياحة الذي يمر بأسوأ فترة منذ الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها البلاد سنة 2015 حيث أظهرت رسالة وجهتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر أفريل أن قطاع السياحة مهدد بخسائر قد تصل إلى 4 مليارات دينار وفقدين 400 ألف وظيفة بسبب تدعيات الوباء وتوقعت الحكومة في الرسالة أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3% خلال العام 2020 في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956 وجذبت تونس العام الماضي نحو 9 مليون سائح لتحقق نتائج إيجابية لم تبلغها منذ 9 أعوام حيث بلغت عائدات القطاع حوالي ملياري دولار وتخشى الحكومة تضرر موارد النقد الأجنبي حال استمرت تداعيات كورونا لفترة أطول ما يؤدي إلى تآكل احتياط النقد الأجنبي لا سيما مع تزديد التزامات خارجية وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي خلال شهر أبريل 2020 وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 22.3 مليار دينار أي ما يعادل واردات 131 يوم مستفيدا من قروض ومساعدات دولية بحوالي مليار دولار حصلت عليها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أرقام مربكة ربما هي تؤكد ما ذهب بعض الخبراء إلى قوله بأن التكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا سيأخذ وقتا أكثر مما كنا نتصور مواصلين معكم نمشي للفقرة التالية نتحط في تونس اليوم على هذا الرفع التدريجي للحجر الصحي اليوم نتحط على رفع موجه على حجر صحي موجه بالتحديد من البارح بدأت للعملية وشفنا لحقيقة البارح برشة ردود أفعال في التوينسا يتبعوا في اليساير في تونس النقل للكمامات للتفاصيل الأخرى الرخص وغيرها وكل ما يتعلق بالجوالين لحقيقة الاشكاليات رصدتهم جميلتنا جيهان في هذا التقرير حاولت تتبع شنوه اليسار البارح وشنوه الاشكاليات المتروحة المتعلقة بالحجر المواجه بدأت تونس منذ يوم أمس الـ 42 عام 2020 في تطبيق المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه والتي تمتد إلى 24 من نفس الشهر وكانت أعلنت الحكومة في ندوة صحفية بتاريخ 29 أفريل الفارد عن تفاصيل المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه القطاعات المعنية بالعودة والفئات المستثنت وإجراءات الوقاية والسلامة الصحية في الشوارع وفي محطات النقل وداخل المؤسسات إلا أن أغلب الجهات عاشت في يومها الأول من الحجر الصحي الموجه حالة من الاكتذاث وحركة كبيرة في الأسواق والبنوك والفضائيات التجارية وفي وسائل النقل دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة ومرة أخرى أعاد الازدحام أمام مكاتب البريد تزامنا مع صرف الدفعة الثانية من المساعدات الاجتماعية الاستثنائية فكانت توابير طويلة غابة عنها النظام وغابت عنها أبسط مظاهر الوقاية على مستوى تونس العاصمة وإن كان هناك التطبيق سارم لمقتذيات الحجر الصحي الموجه بوجوب وضع الكمامات والاستدهار بتراخيص التنقل من طرف أعوان شركة نقل تونس على مستوى المحطات الكبرى إلا أن بقية المحطات الأخرى أغابت فيها مظاهر المراقبة والتواجد الأمني وتلب الاستذهار بتراخيص التنقل أو إجبار المواتنين على ارتداء الكمامة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإلكترونية الصور ومشاهد تظهر خروقات عديدة في اليوم الأول لتطبيق استراتيجية الحجر الموجه خاصة في وسائل النقل العمومي وتبين أن التطبيق كان جزئي حيث التزم عدد من المواطنين باستعمال الكمامات فيما تذمر مواطنون آخرون من عدم توفرها في الصيدليات كما وعدت الحكومة خروقات بالجملة أكدها وزير الصحة عبدالتي في المكي في تدوين على صفحته على الفيسبوك وقال أنها تضعنا في وضع هش في مواجهة الكورونا وأوضح أن أبرز الإخلالات في اليوم الأول من الحجر الصحي الموجه تمثرت في عدم وضع الكمامة مؤكدا أنه في اليومين الأخيرين تمضخ أربع عملين كمامة بخمسمائة ملي من واحدة اليوم الأول من الحجر الصحي الموجه كان شاقا على التونسيين إلا أن جملة الصعوبات والخروقات المسجلة في الساعة الأولى تبقي شبح عودة كورونا في موجة ثانية قائمة ولا تستبعد العودة من جديد إلى الحجر الصحي الشامل لتبقى عودة التونسيين إلى حياتهم الطبيعية معلقة إلى أجل غير مسمى هو الأكيد أن العودة إلى حياة تبيعية الحقيقة مستبعدة جدا حتى إذا كان ينقص لحديث ويتراجع لحديث عن فيروس كورونا فإن الحاجات التي تعلمناهم والتفاصيل التي اكتسبناهم في الفترة هذه ويجب أن نحافظ عليهم التباعد الاجتماعي والاستعمال الجيل وكل الأسليب الوقائية هذه ماذا بينا لو كانت وين سيحافظ عليهم في باقي المشوار في حياتنا لأنه الأكيد الحماية ما تكونش كان من فيروس كورونا وهذه حاجات ضرورية أنها تكون متوفرة ديما أحنا مواصلين معكم نمشيوا للفقرة الاقتصادية والركن الاقتصادي اليوم زميلتنا كوثر اختارت أنه تتحدث على مصطلح النمو الاقتصادي هذا الهدف الرئيسي الرئيسي اللي تسعى وراه كل الحكومات اللي تخدم عليها النس الكل ونجاحها يرتبط بأرقامه اليوم نتحط عليه بعد ما كان يظهر مع الرأس مالية معه هو تغيرت تقريبا الحياة وتغير حتى نمط العيش في المجتمع وبه يتربط المجهود المبذول في المستوى الاقتصادي وغير الاقتصادي ونتحط وقتها على نجاح أو فشل الحكومات نمشيوا مع أكثر تفاصيل في الركن الاقتصادي وزميلتنا كوثر بن ديلا يقصد بالنمو الاقتصادي ارتفاع تدفق الانتاجية الاقتصادية في دولة معينة من خلال ارتفاع انتاج السلع والخدمات في مدة زمانية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم للمالية الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم وزيادة طلبهم على الأيد العاملة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدلات دخل الأفراد وتحسين مستوى معشتهم مما يؤدي إلى زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات وبالتالي فإن زيادة الانفاق من قبل الأفراد يقود النمو الاقتصادي لمستويات أعلى يعتمد النمو الاقتصادي على أربعة مصادر رئيسية وهي الموارد الطبيعية والموارد البشرية ورأس المال المادي والعامل المؤسسي الدراسات التنموية التي أجريت على بعض الدول النامية بيّنت أن النمو الاقتصادي هو أفضل طريقة للتخلص من الفقر وتحقيق مستوى معيش أفضل حيث أن ارتفاع مستوى الدخل بنسبة 10% يؤدي إلى انخفاض معدل الفقر بمقدار يتراوح بين 20% و30% من فقراتنا القارة في برنامجنا هي فقرة بورتري واحد من الناس في كل مرة نعطيوها الكلمة ونعيش معها نهاره ونسمع صوته ومشاغله في نيكرو الوطنية مع زميلتنا الجهان الويتي اللي المرة ديّة اختارت عم محمد نمشي ونسمع معها قصة كيفاح بدأتها على بكري لحقيقة بقع خضر نعيش معها نهاره ونشوف معها حياته ونسمع صوت فئة قد يكون هو يمثلها اليوم على الوطنية شوفوا مع بعضنا منذ نعومة أظفاره التحق العم محمد بمهنة بيع الخضر مهنة علم عنها الكثير من قصص رواها له أباه ومن قبله جده بيع الخضر هي مهنة العائلة بالنسبة له اختارها عن قناعة وطوعية حبا وعشقا هو يعلم قصص الجميع هنا بسوق سيد البحر بالعاصمة بل يعرف كل الوجوه التي تدخل للسوق فيميز بين من هو حريف دائم ومن هو زبون جديد وبذات الابتسامة يستقبل الجميع رغم الصعوبات الوضع ومجناه الفيروس المستجد على مهنة بيع الخضر وعلى الأسواق عموما تتواصل الحياة بالنسبة للعم محمد عندي طاق خربت العشرين سنين عشرين سنين في المرشي هذه هي الخدمة خضرة لتيل قراءة واحد هذه هي صعيبة خدمة صعيبة صعيبة ونصب اللي ولت لبرة واحد رخت الخدمة في المرشي ونبطوا ساعة واحد ويجيونا يقول كونفيرمون واحد مرة خرجونا لحداش ومرة لعشرة طاق نبو علينا حتى للساعة ويبقى العم محمد نموذجاً لبائع الخضر المتقني لمهنته رغم شقائها وسعوباتها بعثاً بأمل بلون الحياة المتمددة من شعاع الخضروات وعبق الأرض مواصلين نتحطوا عن إجراءات الحجر الصحي الموجه لكن المرة هذه من زاوية قانونية نمشي وناخدوا أكثر تفاصيل مع الأمر الحكومي عدد 208 اللي يضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه برشا الناس بدت تفهم برشا الناس لحقيقة صورة مزات ميش واضحة هات نرجو مع بعضنا ناخدوا تفاصيل هذا الأمر في الركن القانوني ثم راجعين نرجع معكم في انتظار أنه نحلوا المشكلة التقنية حتى تكون الصورة والصوت يصلوكم واضحين بش نمشي للفقرة اللي بعد حتى يكون جاهز الركن القانوني صوتا وصورة نمشي وللروبورتاج اليوم زميلتنا كوثر بندليلا خرجت لشراعة تونسي وحاولت ترصد كيفاش قاعدين التوينسا اليوم يبدوا نهارهم وعيشوا نهارهم في إطار الحجر الصحي الموجه البارح رصدنا برشة إشكاليات زعم اليوم هل تحسنت الأمور وإلى لي؟ نشوفوا معك في الربورتاج المكان تونس العاصمة الزمان العاشرة والنصف صباحا هكذا بدت حركة الجوالان في ثاني أيام الحجر الصحي الموجه نشاط يسوده الحذر واحتياطات وقائية وحرص على ارتداء الكمامات من قبل أغلب المواطنين وليس كلهم الحركة وإن بدت هادئة في هذا الوقت إلا أنها لم تكن كذلك في ساعات الصباح الباكرة الميترو معابي صر أنا أصل بش ممرض فيه موخي من الميترو بش ممرض دي مش عليك نمشي مهال وصرع مهال وصرع مهال وصرع من الميترو الميترو الصباح نرمع موخي لأوليني الستة يخشونها من الكبارية من بالعروس دي جاء الكباري فيه يفو الستة يجينا ستة واربعة مع طب اللي كان بتاع الخمسة والخمسة ونصف وستة واربعة يجوف بتاع الستة أنا أصباح مثال ساكر عليه البيئ نوصل الخدمة نتاعي سباة واربعة من نخرج من ستة واربعة نوصل الخدمة سباة واربعة معابي بسفة معهولة يوميا نفس المجهود يقعدين نقوموا بيه معناه ويوميا هكي معناه ألبس البافيتة بعد على بعدكم ميترو فمني قايمين بالواجب تم معنا الكلمة نطلبوا الترخيص ويوميا هكي من جهة أخرى تكيد تكون حركة الجوالان منعدمة نشاط بطيء هنا في محطة النقل الجماعي وأضرار اقتصادية كبرى سببها فيروس كورونا الإجراءات الوقائية مساعدتنا صحياً أما ماديه مايش مساعدتنا حتى ترف ما تخلصش نصف يا ربعة بلايس بستة ألف مضرور نحنا هنا عاملين كراميرات نطلعوا بالاربعة بلايس كنتني ولا ليه عاملين نجال كو والبيق قرارة استوى الماتي حتى لك اليوم ما تساعدوش وإحنا في مني ما تساعدناش هنا ربعة بلايس يمشي جاي تمشي مزود تمشي بشخل السجفورم والكربة هذه بطنات زيوت كذا كل ماهذا ما تخلص حتى واحد لها بات تضرع من الفلوس يسر قال لك برشة فلوس من نجموش وإحنا نضرع وزيدهم الخيني شريك بفهماش ريك فوق قضاء كل اللي زينك ما حابش تستعرف خلتك ما نستعرفش بروطار جينا سباح الفرماسي ما فاماش لبافيت ما فاما حتى شي وحنا واقفين هناك تتوارش في الكراب نحنا على بعضنا ما فاماش الميترو بناتنا جي تنجم تلقانا حظبة ومن الجانب الآخر استفى المواطنون أمام مكتب البريد عون يحرص على ضمان التباعد الاجتماعي ومواطن يتراخ أحيانا في احترام المسافة بالنسبة اليوم الثانية بارا موخر من اليوم الأول فهمتني اليوم الثانية فهماش شوية اكتذاث فهماش كوني احترام فهماش كوني احترام مش معنا التباعد في ثاني أيام الحجر الصحي علامات الوقوف ملأت المحطات حركة حذرة محلات تواصل الإغلاق وإجراءات صارمة على أمل أن لا نسجل خروقات كتلك التي حصلت في اليوم الأول هذا كان اليوم الثاني للحجر الصحي للموجهة إن شاء الله تتحسن الأمور وتتوفر كل الإمكانيات والمستلزمات حتى التونسي يواصل حياته حتى يخرج يقتيت ويجيب قوت صغاره في ظروف تكون حامية لصحته باش نمشي لموضوع الحقيقة مرتبوط باللي قاعدين نشوفو فيه من خلال الروبورتاج نمشي لسيد وزير الشؤون المحلية سيلوتفي زيتون في حواره مع زميلتنا جيهنة للويت اللي كان منذ قليل تقريبا بضعة دقائق قبل انسلاق المباشر متعنا كان الحوار هذية نحاول معه وناخذ أكثر تفاصيل على سير الأمور على الإجراءات على الإشكاليات وكيفية تطبيق كل قواعد هذا الحجر الصحي الموجه مع زميلتنا جيهنة للويت إذن فيتن معنا في حواره اليوم سيد وزير الشؤون المحلية والبيئة سيد لطفي زيتون أهلا وسهلا بك سيد الوزير عبر الوطنية الأولى في برنامج مع الناس مرحبا وتحية لمشاهدي الوطنية الأولى اليوم في خطة الوطنية والخطة الحكومية لمكافحة الفيروس كورونا المستجد اليوم جهود من قبل وزارة الشؤون المحلية لتعزيز الموارد البشرية وأيضا التقنية بشراكة مع الشركاء التقنيين وأيضا تمويلات بعض الجمعيات الأجنبية والمحلية اليوم تعزيزات لأكثر من 350 بلدية في إطار التعقييم ولو تعطينا أكثر تفاصيل حضر النقطة هذا داخل في برنامج الدعم للبلديات في إطار التصدي للفيروس من الأول أن الوزارة صرفت مبلغ الحقيقة ليس كبير يعني 360 ألف دينار وبعدين صندوق القروض والمساعدات دخل بـ 2.4 مليون دينار توزعت على البلدية الكل بعدين تبين أنه الموضوع يحتاج أكثر خاصة على المستوى المعدات كميات المواد المعاقمة المعدات الحماية لعوان النظافة فعملنا نداء للمنحين الدوليين اللي هما يرافقوا في مسار المركزية سواء عبر قروض ميسرة وإلا عبر منح طلبنا منهم تحويل جزء من البرامج متاحهم لموضوع هذا الاستعجال يعني فاستجابوا مشكورين على كل في حدود تقريب مشتركين في حدود 10 مليون دينار وبدأت تتوزع يعني مازال فهم كميات أخرى من المساعدات العينية من مرشات أدوات تعقيم أدوات تنظيف كما قلت معدات حماية لماسك للجال الاخري وبدأت توزع بدينها بالدفعة اللي أمنتها وكالة العون الأمريكي يوسعيد في ناب من نابل انطلقت غطاة تقريب 155 بلدية اتحاد الأوروبي تقريب عندهم زادة 109 بلديات والبقية موزعين على واقعت المنحين اللي نشكرهم بالمناسبة لكلهم وإذا داخل في إطار تهيل البلديات حيث ما تبقاش خاصة بلديات المستحدة اللي ما عنداش إمكانيات والبلدية اللي وإمكانياتها ضعيفة ما تبقاش معناها من ناقصة معدات اليوم جهودكم خاصة في ضمان السلامة المهنية لأعوان البلدي اللي هم الخط الأول لمكافحة هذا الفيروس طيب النجم نأكد أنه مفاماش عاون نظافها في البلاد ما عندوش معناها أسباب الوقاية العمل جدا على الوعي بتاعهم أنا شكرتم أكثر من مرة اللي يبدلوا فيه في الوضاع هذه الصعيبة كانوا موجهين للاختر ما بطلوش الخدمة إلى خير في البداية كانوا فيه وضاع في زادة يخدموا في ظروف صعبة برشم بلشك واندوات وانا العينت بنفسي معنا كنت نلف من اللي نشوف كانوا فيه وضاع صعيبة الآن الحمد لله معناها ندعوهم لكلهم أنهم يلتزموا بأسباب الوقاية ويلبسوا معناها للمعدات هذه ما يتدخلوا إيش إن شاء الله معناها حتى إذا قدامتوا لحاجة معناها من هنا فصعيدا ما نشبش نخليهم يشتغلوا بأي دعار الشرطة البلدية كانت من بين الركائز الثالث للوحدات المشتركة مع الدفاع وأيضا الأمن الوحدات المشتركة للحجر الصحي العام في الفترة الأورى اللي مرت بها بلادنا اليوم شرطة البلدية دورها في المرحلة هذه شرطة البلدية تشتغل معناها عوان بلديين تحت أمرة رؤساء البلديات لتأمل احترام الترتيب واشتغلوا في خلال المحنة هذه سواء من حيث توعية الناس ووصلوا حتى معناها لداروا بالأبواق كما شفتوا لتوعية الناس المحلات أيضا في احترام الترتيب الصحة واحترام الصفوف واحترام التواجد في داخل المحلات معناها محاربة الانتصاب البيع الفوضى والغيل وحفاظنا لصحة الناس الترتيب الأسواق طبعا ماهيش معناها مجهود كبير ولكنه ما تيمة فيه معناها نقص باعتبار التساع الرقعة وقلة الامكانيات وزاد باعتبار أنه عدم احترام بعض الناس لهذه الترتيب والمناشير اللي نزلناه محالة فما الآن بدأت الوضع تصعب باعتبار المرحلة جديدة هذه الحجز الصحي الموجه لكي نحق نوع من التوازن مبين محافظة للصحة العامة وأنه عجلة الاقتصاد الدور الآن فما عدد كبير من الناس في الشوارع فهذا يقتضي مزيد من الصرامة معناها باش نشوفوا معناها العوان سوى البلديين ولا الأمنيين يدوروا على المحلات باش يشوفوا مدى الاحترام وباش نفعلوا معناها المرسوم تعالى العقوبات إذا ما الناس ما استجابتشان اليوم تعليقكم على أولى صور ونحن في أولى أيامات الحجر الصحي الموجه صور ازدحام في الأسواق اليوم الأسواق المركزية سواء وإلا في الجهات تعليقكم سيد الوزير أنا أقول صور مخيفة صور مخيفة معناها ازدحام أمام وسائل النقل ازدحام في الأسواق ما هوش هذا معناها مش هذا بالكل يعني الخطر مازال موجود والفيروس مازال قاعد ينتشر وفما بلدان معناها فتحت ومبعدين عودة أغلقت أحنا تيما نأكد على الناس أنه رأى إمكانياتنا ضعيفة معناها إمكانيات باش نعملوا عشرة الآلاف من التحاليل للناس معناها إمكانيات زادة باش نسكروا الاقتصاد لمدة طويلة والتجارة لمدة طويلة حيث وحنا ما عادش باش نقول نعولوا على وعي الناس معناها ولكن يلزم الناس تشعر بالاختار تشعر أنه الموضوع مازال راهو مازال راهو اختير وما فهماش ما حتى شيء يخلي الناس تزدحم يعني يرتبوا يرتبوا وضاحم من تعلموا ونشدوا الصف معناها إحنا من شعوب الأغالب اللي من شدوش الصف ما لديناش تقليد تقليد هذائي وهذا ممكن يضرنا في الظروف هذه فهمتني المواد كلها متوفرة ما فهماش عليش الرغبة الأسواق مفتوحة كما نشوفه البضايع موجودة فما فهماش عليش الناس الناس تتزاحم أيضا معناها المنظومة بتاع النقل قاعدة تمشي بإمكانياتها كاملة وفهم زدنا حتى خطوط لنصف الناس نصف الناس هما الأصل موجودين في الشارع فالأصل أنه ما فهماش ما يقعاش الازدحام يعني الناس كلها تروح والناس توقف الخدمة وفهم وقت طويل ياسر من انتهاء العمل إلى المغرب فالناس معناها اللي ما جيش وقته ولا ما ملقاش بلاسة باحترام الترتيبات والتباعد هذا الاجتماع يستنى وسيلة النقل اللي بعدها معنا أن الآن نقول النقل يشتغل بكامل إمكانياته الآن فماش علاش واحد بالشبقة في الشارع يروح بعد الوقت يعني لو أنه تم ارتفاع في الحالات لقدر الله إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الإجباري ويردى سيد وزير مباشرة نعم كما جرى في الجزائر كما جرى في الجزائر ولا في غيرها معناها إذا شفنا ارتفاع معناها ملحوظ للحالات وانتشار وعدم احترام من الجرائيات الناس يشترجع عن الجرائيات الحجر الصحي الشامل إذا مش بأشد إذا مش بأشد سرامة من الماضية شكرا لك سيد وزير الشؤون المحلية والبيئة لسيد لطفي زيتون نرجع لك فاتر شكرا لك جهان نذكركم بكل إجاز بأبرز مجايف في حوارنا مع سيد وزير الشؤون المحلية سيد لطفي زيتون يتحدث على توفير مواد معاقمة وسائل الحماية لكل أعوان النظافة اللي لحقيقة ما كانتش متوفرة من الأول لكن تحسنت الأمور عشرة مليون دينار بدت تتوزع في شكل مساعدات عينية من مواد معاقمة وآلات للتعقيم وغيره قدم تفاصيل على التعاون للخارجي والمساعدات اللي كانت تتوجهت خاصة للبلديات اللي ظروفها ماهيش هي ما عنداش إمكانيات كبيرة وعندها ظروف صعيبة أكد كيف كيف أن كل أعوان البلديات اليوم عندهم وسائل للوقاية ومن هنا فصعيدا ستكون متوفرة الشرطة البلدية تخدم على مستوى توقيت المواطنين وضبط شروط السلامة في المحلات وفي الأسواق مرحلة صعيبة دخلنا فيها ابتداء من البارح يقول سيد الوزير تستوجب أنه نلقى المعادلة الصعبة ما بين العجلة الاقتصادية وسلامة المواطنين كيف كيف يتحدث على ضعف إمكانيات الدولة إذا لقدر الله تتطور للأمور فإنه سنكون عاجزين هذك لازم كل المواطنين يشعروا بالاختر ويحاولوا يحترموا كل الإجراءات النقل يعمل بكامل إمكانياته لضمان هذه الخدمة للمواطنين ويأكد ذاك كيف في ختام حواره مع زميلتنا جهان على إمكانية العودة للحجر الشامل في صورة لقدر الله سجلنا عدد كبير من الإصابات في الأيام القادمة وقد يكون بأكثر صرامة هذا هو كلام سيدة للوزير كما شفتم معنا الملخص لكل مجاة في المنشورة المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي والحجر الموجه نوصل معكم لختام موعدنا اليوم بقيت مشاهدة طيبة لبرمجنا نتقبل إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت لأربعة ونوص على الوطنية في لماي اشتركوا في القناة